اشهد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بالدور الوطنية المحورية الذي تقوم به الصحافة البحرينية والجهود المخلصة في تنوير الرأي العام وممارسة حرية الرأي والتعبير المسؤولة بكل مهنية وموضوعية وابراز النجاحات الوطنية باعتبارها شريكا اساسيا في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة جاء ذلك بمناسبة حفل جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة حيث اكد معالي ان الصحافة البحرينية وفي كافة المحطات الوطنية كان لها الدور البارز في الدفاع عن الوطن ومقدراته وانجازاته وفي نقل المعلومات للمواطن وكانت مرآة حقيقية للمجتمع والتعبير الصادق عن تطلعاته واحتياجاته وفي رفعة مكانة الصحفي البحريني مشيرا معاليه الى ان تخصيص جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في الدورة الثامنة وبالتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وكذلك اعلان المنام عاصمة للإعلام العربي الفين واربعة وعشرين يعكس التعبير الصادق والاهتمام الرفيع والتقدم الحاصل في الإعلام البحريني اشتركوا في القناة